وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية كمنظمة إجرامية عابرة للدول وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على أشخاص مرتبطين بالمجموعة التي تقول الولايات المتحدة أنها تلعب أدوارا متزايدة في الصراع الجاري في أوكرانيا الشهر الماضي قال البيت الأبيض أن فاغنر تلقت شحنة أسلحة من كوريا الشمالية لمساعدة القوات الروسية في أوكرانيا في مؤشر على توسع دور المجموعة في الحرب للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من واشنطن ورسلة الشرق هيبا نصر أهلا بك معنا هيبا إذن عقوبات جديدة أقرتها وزارة الخزانة الأمريكية تتعلق بمجموعة فاغنر ما هي التفاصيل؟ مجموعة فاغنر وحتى عفوا وزارة الخزانة ووزارة الخارجية والآن منذ قليل أيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوك قال إنه بصدد العمل على مشروع يقيد أيضا عمل هذه المجموعة وتحديدا من خلال أيضا إمكانية فرض عقوبات ثانوية على مثلا الدول التي تتعامل معها وفي ذلك إشارة لافتة لهذا الموضوع لأننا نعرف أن هذه المجموعة موجودة في أكثر من دولة خارج روسيا بالطبع الولايات المتحدة في حيثية هذا القرار والذي ليس جديدا الأسبوع الماضي كانت جون كيربي قد قال إن الولايات المتحدة ستقوم بهذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض كان الأمر فقط بانتظار الآلية اللوجستية في وزارة الخزانة وفي وزارة الخارجية الحيثية التي ارتكزت عليها بأنها تقول نظرا للقيود التي فرضتها أو حصلت بعد العقوبات التي فرضت على روسيا وعدم تعاون الكثير من الدول مع روسيا تلجأ روسيا الآن إلى استخدام فاغنر جروب كوسيلة للحصول على الدعم من الخارج ولتنفيذ ما تريد تنفيذه بالطبع هذا في حيثية القرار الأمريكي سواء في وزارة الخزانة وسواء في وزارة الخارجية العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة شملت ثمانية أشخاص وستة عشر كيانا بينما شملت عقوبات وزارة الخارجية كان لافتا شركة طيران تابعة لهذه المجموعة وأيضا شركة للدعاية يتوقع أن لا تقف العقوبات عند هذا الحد خصوصا نظرا لتزايد دور هذه المجموعة في الحرب داخل أوكرانيا وبالتالي هذه قد لا تكون المجموعة الأخيرة خصوصا بعد كل العقوبات التي فرضت على روسيا الآن يجري استهداف هذه المجموعة بالذات نعم دينا هيبا للتوضيح فقط أيضا في تصريحات وزارة الخارجية كان في إشارة إلى أن العقوبات ستشمل أعضاء تابعين أو منضمين للجيش الروسي هل تشمل أسماء كبيرة في الجيش؟ بالطبع الأسماء التي يفترض أن يكشف عنها سنعرف بالتحديد من هي لكن دينا لن يكون مفاجئا أي اسم خصوصا أن معظم المسؤولين الروس هم تحت العقوبات الأمريكية فلن يكون مفاجئا أي اسم المقربين من بوتين هم داخل إطار هذه العقوبات وبالتالي أي اسم لن يكون مفاجئا ولن يكون كبيرا بعد كل أعضاء مجلس الدومة بأسرهم هم تحت العقوبات الغربية وبالتالي أي اسم لن يكون أعلى من الأسماء التي كانت سابقا لكن اللافت سيكون ما إذا كان ربط هذه الأسماء بمجموعة بمجموعة فاغنر هيبا ناصر مراسلة الشرق كنت معنا مباشرة من واشنطن شكرا جزيلا لك